مساء الخير الطريق إلى جهنم سالكة وآمنة وفي الطريق إليها نصبت لجنة المال النيابية حاجزا طيارا لمناقشة الكابيتال كونترول ومررت فيه جرعة مخدرة لصندوق النقد ولراحة نفس المواطن وسيولة المصارف لعب النائب إبراهيم كنعان دورة شيخ الصلح بين ودائع الناس والمصارف ورمى الأمر على كاهل لجنة مصغرة واللجان في غنى عن التعريف لكن الكمين المحكم الذي يقود مباشرة إلى الأبدية من دون المرور بجهنم هو فقدان الدواء شح في الأدوية أم احتكار وتخزين لغاية في نفس رفع سعر أو تهريب تعددت الأسليب والنتيجة واحدة يدفع فيها المواطن فاتورة فقدان أدوية الأمراض المزمنة وغيرها ويصطف أمام الصيدليات ليكتمل النأل بالزعرور وتلحق حبة الدواء بالأزمة الموعودة برفع الدعم عن المواد الأساسية وبحسب وكالة رويترز نقلا عن مصدر رسمي قال إن لدى لبنان نحو مليار وثمانمائة مليون دولار في احتياطاته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى لكنه قد يحافظ على بقائها نحو ستة أشهر أخرى عن طريق إلغاء دعم بعض السلع المواطن في واد والسلطة في واد آخر هو يلاحق أنفاسه للبقاء على قيد الحياة وهي تعد العدة لخميس الاستشارات الليابية المنزمة وفي موقف استباقي قال رئيس الجمهورية ميشيل عون من المعلوم أن الأمم التي تفقد حسها النقدي وتمتنع عن إعادة النظر في سلوكها محكومة بالتخلف ولا تستطيع بناء نفسها ومواكبة العصر فإلى متى يبقى وطننا رهينة تحجر المواقف وغياب مراجعة الذات وكان عون قد أجرى نقدا ذاتيا أسفر عن الإفراج عن موعد الاستشارات وبتحديده الخامس عشر من الجاري أصاب رئيس الجمهورية بضعة عصفير بحجر واحد فأرضى الفرنسي ورمى حجرا حرك ركود المبادرة الفرنسية قطع صلة الوصل مع الانتخابات الأمريكية فلم يرمي بالاستشارات إلى ما بعد نتائجها وطمأن الرئيس المنتظر بعد التكليف من أن صلاحيات موقعه بالحفظ والصون والأهم أن الاستشارات ستحصل على مسافة يومين من السابع عشر من تشرين تاريخ انطلاق ثورته فامتص غضب الشارع الواقف بالمرصاد كتلة الوفاء للمقاومة وفي اجتماعها الأسبوعي أبدت كل حرص على التعاون في سبيل تكوين الحكومة وتشكيلها ودعت الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضر بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين وأضافت إن مراجعة أسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة في الأسبوع الماضية من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوقات وتجديد المساعي لتأليف حكومة جديدة تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة خميس الاستشارات متروك لأسراره وخميس حكم الفاسد يسترجع بمفعول رجعي مآثر بدري ظاهر المدير العام للجمارك الموقوف على ذمة التحقيق في جريمة المرفأ فمن الذي جمع بدري ظاهر بأمير الكابتاجون الجواب في النشرة بعد قليل مع الزميل رياض إبيسي